السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملينين يا ربي تكونوا كويسين وبخير يسعد الله اوقاتكم حبيل قلبي بكل خير ان شاء الله كراء جديد وحصرية على قناة سرار العالم الروحاني لموليد برد العقرب صلي على النبي على الفضل الصلاة والسلام اللهم بشين بما انتظر منك والت خير المبشرين كلها تمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك وان كنت لم تشترك في القناة فنشترك في القناة فضلا وليس امر بسم الله الكاشف برد العقرب صلي على الحبيب المصطفى برد العقرب شايف هنا البعض منكم بشكل كبير جدا يعني ناوي يغير حيات كثيرة في حياته سواء كان يشتري ارض او ينتقل من مكان لمكان او شراء سيارة او شراء منزل شايف ان انت بتغير حدقات كثيرة في حياته عندك بشرة خير عندك هنا بشرة خير بس انت هنا واجع لكم ظلم شايفكم زعلانين اه مقهورين اه عندكم مضيق لكم تعب حسين بالوحدة حسين بالخزلان يعني شايف عندكم شوية عرقيل اجداد يعني حسين بصدمة كبيرة يعني من اشخاص كانت يعني الاشخاص دي كانت مودودة في حياتكم بس رغم اللي انتم فيه ده يعني رغم اللي انتم فيه عملين تقاوموا اه عملين تقاوموا عملين تعافروا يعني مش فارج معاكم اي حادة لكن دوة القلب محدش يعلم بيغربني محدش يعلم بيغربني شايف البعض منكم برضو مش بينام قلقان اه تعبان اه مخنوق بسبب الحيرة محتار عمل الفكر اربع عشر ساعة في حد منكم متعرض اه الخزلان من حد كان موضوع في حياته قسر قلبه يعني عرضتوا الخزلان كبير من اشخاص كنتوا بتسقوا فيها وحبينها بس انتم نوعين تغيروا من نفسيكم حادات كبيرة جدا في عندك سحر ماشي هو اللي يعني السحر دي اه معمولكم من فترة من ناس قريبة منكم اه والناس دي قديبة في حياتكم يعني من فترة السحر والحدك الان بتعانوا منه لسه ما تفكش شايف هنا في نفور ما بينكم وبين اهلكم او الناس المحبة في يعني شايف في نفور اه حاسين يعني انه هو مفتري عليكم او هو ظلمكم يعني بيتهمكم شايف في اه اتهام او في ظلم اه يعني انتم مش مرتاحين مع الشخص ده يعني بس انا شاف برضو عليكم ديون هنا او عليكم طاقة دين شاف في طاقة دين عندكم عليكم ديون بسم الله الكاشف يعني في ديون يعني ديون حتى قريب لك او ديونك انت او ديون حتى قريب انا شاف في طاقة مال في حيرة محترين فيه وظلم يعني مصدومين ومحترين الظلم دي اللهم اصلا على سيدنا محمد يعني بسبب يعني انتم ضغطين على نفسكم او ضغطين او عاطين طاقات ايجابية الناس ما تستهلشي واخدين منها الطاقات السلبية شاف هنا فيه شراء اه في انا شاف هنا بتدي حد هدية او حد هيديك هدية يعني شاف هنا اه انت لو بتدي حد هدية دهب لا اما حد بيديك هدية في عندكم خير بيزن الله تعالي في حدا انت عملتوها من قبل في عمل صالح ديلك شاف ان انت هنا مش عارف تخرج نفسك من من مشكلة او من حادة محوطات مش عارف تخرج منها ازاي بس ربنا يفتح لك الطريق بازن الله تعالي وهتخرج في مخرج من الازمة اللي انت فيه من الضيق او من الصدمة اللي انت فيه هتخرج بازن الله تعالي شاف هنا بس خلي بالك او فيه تحسن بازن الله تعالي فيه تحسن كبير ليك لما شئت الله اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح بسم الله الكاشف شاف هنا اللهم صلى على سيدنا محمد فيه حد هنا اه الحد بيعاني عنده تعب اه ودع مقاعدة او الظهر او الظهر يعني او العمود الفقري او المعدة يعني فيه اوداع عنده في حد عندك كبير في السن تعبان جدا اه ودائما بيشتكوا تعبان انت زعلان عليه واكتر من مرة رحته المستشفى او رحته الدكاترة واطباء لكن مفيش نتيجة كلها مسكنات لكن الالم عنده والتعب عنده انتو طيبين بتتعاملوا يعني بطيبة قلب اللي على قلبكم او على قلبكم بيكون على لسانكم فديه هو اللي حسدكم على طيبة قلبكم انتو بتقول اللي تحسدوا على ايه على طيبة قلبكم على حنيتكم على وقفتكم مع الناس على مساعدتكم للناس حتى لو ما معكش وطلبت منك ناس اه مطلب بتقضيه حتى لو الديانت والسلفت وعطيت فبتتسلف وبتدي برضو على طيبة قلبك محسود على وقفتك مع الناس محسود هتوصل للي انت عايزه بازن الله تعالي هدفك اللي قدامك طلبك اللي طلبته من ربني طول الوقت عمال تدعي والست التعبان او الشخص اللي تعبان بيدعي لك فربنا هي وصلك للهدف اصبر ان الله مع الصابرين ماشي تعطيل قدامك حصل يعني هنا في بعض المتزودات او المتزودين حصل عندكم السحر تفريق حصل عندكم السحر تفريق يعني اه تخص التفريق حصل مشاكل حصل يعني نفور ما بينكم ما طيقلش بعض ما حاش حبين اه مش حبين الكلام يعني حاسين بحادة حمل عليكم حاسين بحادة بتوسوسكم اه خلكم تشكوا كمية تشك عندكم رهيبة وحصل كمان منكم انفصال شايف هنا من حد قريب ليكم اللي عمل السحر دي والسحر دي من زمان مش من دلوقت السحر دي من فترة كبيرة صل على الحبيبة المصطفى انتو يعني يتقفوا مع ناس كتيرة يعني يتساعدوا ناس كتيرة لكن لما واجعتم في المشكلة ملجدوش حد معكم ملجدوش حد معكم لكن منصرين وهتخردوا من اللي انتم فيه الطريقة تفتح جدامكم في ناس دعيت لكم ودعوتهم مستدابة ده دعت لكم بالدعاء ودعوتها مستجابة فالطريقة تفتح امامك بازن الله تعالى شايف هنا في حد عايز ينتجم منكم اه الشخص ده عايز ينتجم منكم اه عايز يؤذيكم لحد بسم الله الكاشف يعني الشخص ده او السدية مش كويس يعني غيران منكم مش بيحبكم بحاقد اه غيار يعني مش بيحب لكم الخير علشان انتم يعني هنا متفوقين جدا وشاطرين جدا لكن برضو عندكم ضغط عندكم ضغط ناسي عليكم رهيب جدا مضغطين عندكم كمية طاقة ضغط حاسين بالظلم حاسين بالتعب يعني حاسين ان الناس دي عليكم بسم الله الكاشف الله صلى الله عليه وسلم محمد بسم الله شايف ان عندك ضغط عندك ضغط بتديلك اه همتان في الدسات اه التعب اه ضيق مرة اه فادئة اه صداع مستمر اه ترديع بتخرج برة المنزل بتحس براحة بتردع المسكن اه تحس بالتعب تحس بالضيق عندك شوية اعراض اجداد عندك بس انت بس خلي بالك انا شاف في علاقة تالتة في حد عندكم هنا في علاقة تالتة او انت في علاقة تالتة خلينا ضغري كده زي ما بيقولوا او صح في علاقة معك تالتة ودي دايبالك شوية مشاكل شافي طرف تالت متدخل في حياتكم طرف تالت متدخل في حياتكم والطرف التالت ده يعني بيحاول يسيطر عليكم باي طرق بالسحر باي حادة بالناس بالوسوسة بالكلام في سد بتلفوا الدور حواليكم. يعني ان كانت يعني هي عاملة صاحبة ليك او عاملة صاحبة للشريك الله عالم لكن السدية عاملة بطاقة سحر او جلب او سحر عايزة تأخذ. يعني هتردعكم الوراء فخلي بالكم من اصحابكم من اصدقائكم من الناس اللي معاكم يعني خلي بالكم وكونوا حرصين. بسم الله الكاشف الله من صلى الله سيدنا محمد. شايف هناك طريق السفر? انت بتخلص اوراك عايزة السافر? او ديالك عرض السفر? في طريق السفر قدامك. هتسافر. وهتطلع من الضلمة ومن التعجيد ده هتطلع منها للنور بازن الله تعالى. لان في حد يدعمكم. وهيقف معكم. هو كبير يعني بس هيدعمكم. وهيساعدكم. في طريق السفر قدامكم. والمشروع اللي انت هتدخله هيندح بازن الله تعالى. وهيقف معكم الشخص ده وهيساعدكم. وهيكون سبب كبير من بعد ربنا انه يطلعكم من اللي انتم فيه. وهيدعمكم بمشيئة الله. ماشي انتم هنا شاف ان انتم مريتم بظلم كبير. مريتم بظلم شديد. يعني طعنتم من ناس كتيرة. من المقربين. عندكم كمية طعم. بس انت خلاص شايفكم جفالته بيبان كتير. لكن مش عارفين ربنا كاتب لكم ايه. البيبان هتتفتح جدامكم بازن الله تعالى. هتصنام. هتصحى هتلاقي الدنيا نورت جدامك. اطلعت من الظلمة. اطلعت من الخنقة اللي انت فيه. اطلعت من الضيقة اللي انت فيه. من التفكير اللي شغال في دم هترتاح. هتحس براحة. تحس بالاطمئنان. هتحس ان حمل من عليك انزاح. هتفتح معك الابواب. هنا في الفرحة في جالب بيتك. الفرحة دي خطوبة لبنتك او اختك او ليك او ليكي. في خطوبة او ارتباط او زوات. لانها شاف في فرحة في تلالبيس يعني خواتم او دبل كما بيقولوا. او يعني فرحانين. ولم عيلة. والعيلة كلها ملمومة او لم شمل ومبسطين وسعداء. في فرحة ان شاء الله او نداح بازن الله تعالى. بس ان شاف هنا في طاقة اطفال. زعلنين. اه كلامي خص اطفال. اه مشتقيل اطفال. او في عندكم اطفال او اه قصة حمل. في حاجة تخص حمل او اطفال بازن الله تعالى. ربنا يبشرك بهم طريبا بمشيئة الله. صلى على الحبيب المصطفى. ادعم الفيديو باللايك احبابي في الله فضلا وليس امرك. شاف هنا? اللهم صلى على سيدنا محمد. انت هنا بتخلص اوراك نقولوا دي يعني ممكن اللهم صلى على النبي انشاف بيت قدامك. عايز تشتري بيت او مسكن او اه شراء مح انا شاف هنا اه رايح لطريق شراء. بس قدامك يعني عقدة او تعطيل. ممكن نقول بتخلص اه اوراكه او اه بتكمل المال او منتظر الرد من صاحب المسكن. لان انا شاف عندك نجلة. هتشتري لي مسكن جديد ان شاء الله. وهتنتج ليه بازن الله تعالى. اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق. بسم الله الكاشر. شاف حد هنا? اللهم صلى على سيدنا محمد. في وعد ما بينكم وبينهم. اه في حد عطينو وعد. وتأخرتوا على الوعد ده. او اه اولتوا يعني بما صح. اكملوا الوعود واقوفوا الوعود. ان عطيتوا حد وعد فاقوفوا بالوعد اللي ادته له. او اه قلتوا لحد وعد فاقوفوا بالوعد اللي وعدته له. كلام سليم. صلى على الحبيب المصطفى عليه اغضل الصلاة والسلام. الفرح الباب اللي تجفل قدامك هيتفتح امامك بازن الله تعالى. حقك رادة. اللي اتكلم عليك ازاك بالكلام. اه قال فيك كلام مش ليس فيه. حقك ردع لك. ردع لك ندماء لانه داك التعب. داك التعب وكسرت القلب اللي كسرها لك. اتكسر بها واكتر منه. ردع لك ندماء. وهو بيتندم حتى لو ما ردع لكش. لكن هو حاليا بيتندم. بيتندم قص واوعر الندم. فحقك ردع لك. في مال ديالك. في مال. الربح من السفر. السفر معك طريقه مفتوحة كويسة جدا بفضل الله تعالى. وفي مال ردع لك. ردع حق او اه ديان. في مال ديالك. في مال ربح. انت مقدم على الوظيفة هنا. الوظيفة دي ديالك باسم الله تعالى. لقاء مع احد. اه اللقاء دي في خير. في فرحة. شايفك في اللقاء ده مبسوط. مبسوط فيه. عندك لنا رسالة ديالك. رسالة فيها فرحة ليك. فيها سعادة. اه انت ما انتظرها. بس خليك تكون هذه. علشان شايف عندك فرحة ب اذن الله تعالى عندك فرحة شايفي بشرة بمولود لان عندك كمية اي شايفي بشرة بمولود. حياتك انا العاطفية يعني هنا حياتك العاطفية مفيهش استقرار قوي. مفيهش استقرار. الست اللي بتجدد لك السحر بتجدد لك السحر عينها عليك جدا عينها عليك هنا الناس اللي ازتك وغدرت بيك هي تقسفو لك وهيردعوا لانك يطلبوا منك السماح لان انت قلبك طيب وبتحب الخير للناس كلها وبتحب تدي ومش منتظر مقابل من حد مش منتظرك مقابل من حد دايما اللي انت بتعمل مع الناس بيدي لك العكس دايما الخير اللي بتعمل مع الناس بيدي لك العكس شايف عندك صلح انت وحد عزيز على قلبك شايفك هنا برضو زعلان وبتشك همك شايفك زعلان مخنوق متضايق آآ قلبك مكسور حزين بتقول يا رب انصرني على اعدائي وعلى من ظلموني صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الكاش ادعم الفدي بولايك فضلا وليس امر الاحبابنا في الله فضلا وليس امر الاخواتنا في الله اللي بتشاهدونا ادعموا الفيديو باللايك بسم الله الكاشف بتقول يا رب وفدني يا رب اكرمني عند الدعوة بيذن الله تعالى هتتحقق هتتحقق بقدرة الله انت اقرب الناس ليك آآ هم اللي غدروا بيك هم اللي غدروا بيك اقرب مليك هم اللي غدروا بيك بس ان شاء الله ربنا هيكرمك وهي ريح قلبك باسن الله تعالى انت هنا طلعت من بيتك آآ غصبا عنك شايفك طالع غصبا عنك زعلان مكسور شايفك طالع من بيتك مكسور خلي بالك خلي بالك من الناس اللي عايزة تدمر حياتك الناس الحقودة الناس اللي عايزة تأذيك عايزة تدمر حياتك خلي بالك من الناس دي انت شخص محبوب انت شخص آآ شاطر آآ شخص آآ يعني محبوب جدا مشاريعك بإذن الله تعالى ناتحة عندك تسرع آآ بس في تسرعات بتأخذها في الصح بتكون صح بس عندك اصدقاء خبيثة اصدقاء حاب توقعك في شر اعمالك فكون حريص كما كنا شايفك هنا نوع للسفر نوع للسفر خارج البلاد آآ مستني دعم او مستني لقامع حد او مستني مكالمة شايف عندك آآ سفر في حد هيساعدك وهيقف جنبك في الشدة في حد هيساعدك وهدعمك وهيقف جنبك صلى على الحبيب المستقى شايف هنا انتبه وخلي بالك من صحتك آآ ومتخدش حدا من حد خلي بالك من صحتك وانتبه من صحتك علشان اقرب الناس هم اللي حابين يدمروك بالسحر بالاعمال بالسحر المشروب خلي بالك من السحر كما قلنا خلي بالك خلي بالك علشان شايف صحتك في النازل المعدة عندك تعب عندك قلب عندك تساقط في الشعب في حد هنا آآ بحاول آآ يأزيك بحاول يطعنك بحاول يكسرك بحاول يأزيك خلي بالك انت هنا شايفك حزين على شخص آآ انت بتحبه الشخص ده مزدون او بعيد عنك او هو مخنوق او في ضيقة آآ او مريض انت زعلان عليه وحزين عليه الشخص ده ربنا يفك اسره او ربنا يشفيه ان شاء الله مما هو فيه بسم الله شايفنا آآ حصل آآ كلام ما بينك وما بين الشريك آآ حصل آآ زعل حصل انفصال بتفكر في الانفصال بلاش تفكر حاليا عشان السحر آآ سحر بيت جدد لانا شايفك عندك حيرة محتار في امرك عايزك تنتصر عايزك تنتصر عايزك تنتصري تسيب كل حد على الله وحاول تقول يا رب حاولوا تقول يا رب انا شايف عندكم مواجهة حلوة المواجهة دي فيها خير بمشيئة الله تعالى فيها خير ليك آآ حاول يعني تكون انت يعني هادي الايام دي هتكون حكيم وتكون هادي علشان المرة دي هتكون في مواجهة وهتطلع منتصر وهتضع صحابك في اي حد وهتطلع منتصر بفضل الله تعالى شايف هنا اقرب الناس ليك آآ هم اعدائك عدوك واعدائك صديقك وعدوك فخلي بالك لان شايف شخص بكرب لكم فخلي بالكم وكون حسرين بسم الله الكاشر شايف هنا في حد بياكل ويشرب معاك او طلع من بيتك آآ مش كويس آآ انت قدمت له الخير كلب وشرب آآ لكن مش كويس شايف هنا في ارض بيتك فيها فرحة آآ في فرحة في ارض بيتك عندك مفرجات حلوة باذن الله تعالى وعندك الماديا هتتحسن عندك الامور هتتحسن معك بفضل الله تعالى عندك كما قلنا آآ ممكن نقول فرحة ارتباط او زوات او عرص لاحد قريبك في اهل بيتك يعني شايف في ارض بيتك فيها فرحة بقدرة الله تعالى شايفك هنا مش قادر تشيل جرش مش قادر تشيل الفلوس مش قادر تحوش آآ اللي داي خارد مفيش حدا جاعدة معك مكتملة ان شاء الله دايلك من حيث لا تحتسن دايلك الفرحة لانك انت الظلامت كتير ربنا هيعودك هيعودك على صبرك وعلى الظلم اللي وقع عليك من اقرب مليك ربنا هيعودك بازن الله شايف هنا اللهم صلى على سيدنا محمد الفترة اللي دايب آآ شايف هنا وانتبهي الفترة اللي دايب عندكم خير عندكم السكة فاضية عندكم خير عندكم السكة فاضية حاولوا ان انت تكسبوها حاولوا انت تكسبو هزا السكة انتوا حاسين مش ان الامور معكدة امامكم آآ بتدخلوا في طريق بترضع خطوة مفيش آآ ارتباط مكتمل آآ مفيش عيشة في المتزودين مش مرتاحين في الزواج مشاكل بدون سبب خنجة ضيق نفور واكسر حدا المشاكل بدون اي اسباب ولسه مرتبطتش في تعقيد في تعطيل في تعب في التساقط في الشعر في الام في العمود الفقري والام في الريتلين وزيد الصداع وزيد التعطيل والنفور في الزواج هذا من السحر السحر كما كنا يا احبابنا في اللعب من السحر اللي بيتجدد شايف هنا في حياتك هنا حاصل او هيحصل آآ في بين المنفس الان شايف هنا في آآ عتاب في آآ مقابلة والمقابلة دي فيها عتاب ان شاء الله فيها الصدح بمشية الله تعالى شايف هنا في محاكم او في قواضي آآ بينكم وبين حد او آآ حد معين لان شايفكم بتخلصوا هنا عندكم خير في المحاكم بازن الله تعالى عندكم محاكم شايف هنا في رزق دائكم وبشرة بفضل الله تعالى فيها فرحة لك شايف هنا في غيمة غيمة على وشكم الغيمة دي في تفكير في غيمة في تفكير في حد بيحاول يأذيكم وانتم مش شايفينه آآ يعني هنا انتم مش متوقعين ان هو الشخص ده يعني العمال يلعب بيكم عمال يلزيكم مش متوقعين وطريق السفر مفتوح قدامك طريق السفر في خير هتقول يا شيخ الطريق السفر طب بيع ان شاء الله في خير طريق السفر في منكم آآ فسحة وفي اللي مسافر لشغل الكراءة عامة اخواتنا في الله للرجال ونساء والكراءة مفتوحة بازن الله تعالى خد الاطابك ليك احبابنا في الله الله مصدع على الحبيب المصطفى شايفين هتفتح قدامكم ببان حلوة هيكون فيها سعادة آآ فيها سعادة فيها فرحة يعني في راحة بعد كل التعب اللي حصل في حياتكم تدعبتم تعب كبير ربنا هيسر امركم ربنا هيسر امركم وهيكرمكم هيكرمكم بازن الله تعالى الدموع اللي عندكم آآ حاول تخلص طلع من حياتك طلع اليقس طلع الاحباط طلع الضيقة طلع الخنقة طلع اللي عندك شايف المشكلة اللي عندكم مساببكم الازمة والحيرة انتم ما تحلوه هتتحل هتتحل بمشيئة اللي انا شايف ان اغلب وقتكم قاعدين في البيت مش عايزين تتكلم مع احد يعني مش عايزين تتكلم مع احد بسبب اللي شفتوه لكن هتتلاقى بتوأم روحك هتتلاقى بتوأم روحك خلاص هانت هانت كل الابواب اللي تجفلت في وجهك راح تتفتح مرة اخرى ليك بفضل الدعاء وفضل الاستغفار بفضل الله تعالى شايف هنا انتم يعني شغالين على حادات كتيرة جدا وشايف ليك من مكان لمكان فيه ناكلة فيه الراحة ليك فيه السعادة شايف ان انت بتنتقل من مكان لمكان فيه الراحة وفيه السعادة ليك بازن الله تعالى هتشترك هتشترك المنزل هتشترك المكان اللي انت هتنتقل اللي ممكن يكون لبيت زودك ان شاء الله او الرجوع لزودك بازن الله تعالى او شراء مسكن جديد هتنتقلوا فيه فيه الراحة وفيه السعادة ليكم بمشيئة الله تخلي بالكم واخلصوا من السحر كما قلنا يا احبابنا في الله الا انتكم قلتوا فتح معاكم الابواب لان السحر عملكم طاقات سلبية كبيرة جدا وخلوا بالكم من الناس اللي حواليكم مش كل الناس اللي تعطوها اسراركم مش كل الناس اللي تفتكروها اه احباب ليكم بيحبوكم بيتمنوا لكم الخير كثيرا من الاشخاص مش حابينكم تكونوا احسن منهم اه يعني انت في نظرك بتقول انت ما عملتش حادة للناس دي قازتك ليها سحرتك ليها هموا مش حابين انت تكون احسن منهم اه مش حابين ادي تكون اه متقدم بخطوات عنهم معينك انت ما ازتهمش ما عملت لهمش اي شيء اه قدمت لهم الخير لكن غدروا بيك. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم من كل ده ان يؤذيكم. اتمنى من احبابنا في الله. يدعموا الفيديو باللايك. وان كنت تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الدرس ليصل افطول الجديد. وان كنت بتعاني من السحر او من المس او من تعطيل او من تابع او من قريب. داخل القناة جميع العلادات واللي حابب بيتواصل مع نا مع الشيخ يوسف الرقم امامكم سيتواصل معنا وان شاء الله نكون في حسن ظنه. وكما تعودنا الصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صلي صلاة جلال. وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد. واخشيها اللهم بنورك كما غشاته سحابة التجليات فنظر الى وجهك الكريم. وبحقيقة الحقائق كلم مولوه العظيم الذي يعزه من كل سوء. اللهم فرد قربنا كما وعد. امن يجيب المضطر اذا دعا. ويخشف السوء على اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.